اشتركوا في القناة وفي هذا الصدد اكد السيد خالد المؤيد التزام الغرفة بسرعة تفعيل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مشيرا ان هناك مجالات كثيرة لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين وان فرص الاستثمار متاحة امام القطاع الخاص البحريني والماليزي لفتح اثاق جديدة من التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار كما اعرب عن اعتزازه بهذه الزيارة المهمة مستبشرا بمستقبل واعد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين خاصة وان هناك ارادة قوية من قبل قيادتي وشعبي البلدين لدعمها والدفع بها قدما لتحقيق مزيد من التعاون بما يشمل جميع القطاعات والمجالات فالبحرين تعد بوابة دخول دول الخليج وماليزيا تعد قطبا اقليميا رئيسيا في جنوب شرق اسيا ترجمة نانسي قنقر